ترجمة نانسي قنقر ويعد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أول قائد عربي يحصل على هذه الجائزة التي استحدثتها الجامعة العربية هذا العام والتي تمنح للشخصيات العربية أرى في عادات الإسهام الفعال في تطوير العمل العربي التنموية تسلم سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء الدرع نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من رجال السياسة والفكر والثقافة والصحافة والإعلام والدبلوماسيين والأكاديميين العرب وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء عن اعتزازه بتكليفه من قبل الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسلم درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي نيابة عن سموه ونقال سموه تحيات وتغدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجامعة الدول العربية وأمينها العام وكافة الحضور على هذا التكريم الذي يؤكد مدى تغدير الجامعة العربية لجهود النهضة والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات ونوه سموه إلى اعتزاز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بنيل هذا التكريم من جامعة الدول العربية التي تمثل البيت الجامع لكل العرب مشيرا إلى أن هذا الاحتفاء بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والحضور الواسع لكبار المسؤولين والمفكرين هو دليل محبة وتغدير لدور سموه التنموي ومواقفه في خدمة وطنه والدفاع عن قضايا أمته العربية والإسلامية وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدة استطاعة ترسي أسس نموذج رائد في التنمية الشاملة والمستدامة الذي يهتم بتنمية الإنسان أولا وجعله محورا لكل جهد تنموي وأشاد سموه بدور جامعة الدول العربية وما تبذله من جهود لدعم التكامل والتضامن العربي معربا سموه عن تمنياته للجامعة وأمينها العام بمزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق ما تطمح إليه الدول والشعوب العربية من تطور ونماء يحقق للأمة العربية وشعوبها الرفعة والأمن والاستقرار وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بعدها عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإنجازاته في مجال التنمية والتحديث في مملكة البحرين حيث ناجحت البحرين في وضع منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأصبحت مركزاً اقتصادياً وصناعياً وعاصمة مالية تجذب الكثير من المؤسسات العالمية والعديد من البنوك الدولية وتطرق الفيلم إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى برامج المساواة الاجتماعية المتزامنة مع تطور البنية التحتية الاقتصادية ثم ألقى كل من السيد محمد بن إبراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسيد عبد الرؤوف الروابدة رئيس الحكومة الأسبق ورئيس مجلس الأعيان السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية أكدوا فيها على استحقاق سموه للجائزة على جهوده في مجال التنمية والتحديث ودعم سموه للعمل العربي المشترك وقد أقيم ضمن الاحتفالية معرض صور خاص بالاحتفالية اجتمل على مجموعة من الصور التي ترصد جهود مملكة البحرين التنموية في شتى القطاعات كما شهدت الاحتفالية ترشين كتاب خليفة بن سلمان زعامة صنعت تاريخا الصادر عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والذي يستعرض انجازات مملكة البحرين على صعيد التنمية والتطوير في كافة القطاعات والجهود التي قامت بها القيادة الحكيمة من أجل تقدم ونهضة البحرين وهو ما أسهم في أن تصل مملكة البحرين إلى ما بلغته اليوم من تقدم في كافة الميادين بدأ يوم الاحتفال الكبير في جامعة الدول العربية بتكريم صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والذي أناب عنه سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس الوزراء باستقبال الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط له والذي استقبله استقبالا حارا يليق بمكانة مملكة البحرين وتقديرا لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ودار بينهما حديث دافئ انضم إليهما السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الذي يكن كل تقدير لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا وكذلك تقديرا ساميا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وتوجه الجميع إلى القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية حيث الاحتفال بتكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنحه درع جامعة الدول العربية في الريادة في العمل التنموي تقديرا لدور سموه الرائد في الارتقاء بالمجتمع وتكريما لإسهامات سموه في مجال التنمية والتحديث والنهضة الحضارية ودور سموه في دعم العمل العربي المشترك وهو ما أكد عليه الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الاحتفال الكبير قليلة هي الشخصيات العربية التي خاضت معترك التنمية والتحديث مثل ما فعل الأمير خليفة قليلة هي القيادات التي أدركت منذ وقت مبكر أن معركتنا كعرب هي معركة تنمية وعمران وبناء في المقام الأول تنمية البلدان وبناء الإنسان تنمية بالناس ومن أجل الناس الأمير خليفة رجل صاحب رؤية تنموية تحديثية متكاملة هذه الرؤية توفرت لها أسباب النجاح والتحقق بواقع الثقة التي منحها له شقيقه المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة ثم جلالت الملك حمد بن عيسى الخليفة حتى صارت واقعا نفخر به جميعا وتم عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإنجازاته في مجال التنمية والتحديث في مملكة البحرين وقد أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء على أن إسهامات صاحب السمو الملكية على مدار السنوات السابقة أثبتت بحق أنه صاحب دور كبير في مجال التنمية والتحديث في النهضة الحضارية هذه المسيرة التنموية الشاملة والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين متلازمة بشكل وثيق مع مسيرة حياة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومراحل ارتقائه سلم المسؤوليات حيث أنه ومنذ بداية تولي سموه المسؤولية فقد وضع في قائمة أولوياته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية التي تكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية والتنمية البشرية في حين عدد السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية من صفات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء التي ساهمت في تطوير العمل العربي المشترك والعمل التنموي وصفاته الإنسانية وتقدير الجميع لسموه الشيخ خليفة له عندي قدر كبير فهو واحد من الشخصيات العربية المحترمة التي عملت الكثير لتحقيق التقدم لوطنها ولحماية مصالح الوطن العربي الكبير نفس الأمر أكده السيد عبد الرؤوف الروابدة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق واعتزازه بالصفات الحميدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإسهاماته في تحديث المملكة ودوره الرائد في العمل العربي المشترك إن التكريم علاوة على تقدير المكرم هو صناعة للقدوة والتأسي وإضاءة على الجوانب المشرقة في سيرة المكرم حتى تبقى في وجدان القيادات الواحدة وهي تعبير عن نبل الوفاء الذي لا يعرفه إلا الأوفياء المحتفى به أمير المحتدي والخلق شخصية مبدعة آسرة هي السهل الممتنع تمور كالسيل العرم حين تحجب الأمور وترق كالنسيم الشذي في كل حين رضع المجد كابراً عن كابر في أسرة ميزتها العراقة والوفاء والبناء والإنجاز ثم تسلم سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء درع جامعة الدول العربية في الريادة في العمل التنموي وذلك في احتفالية كبيرة نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حضور عدد كبير من الشخصيات من رجال السياسة والفكر والثقافة والصحافة والإعلام والدبلوماسيين وأعرب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء عن اعتزازه بتسليم درع التكريم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقدم هدية تذكارية للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط واسطى تصفيق الحضور تقديراً لمملكة البحرين وقيادتها وبعد ذلك توجه الجميع لحضور افتتاح معرض إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي عدد إنجازات سموه في تطوير ونهضة البحرين وبحضور عدد كبير من الضيوف الذين أثنوا على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عملاً وخلقاً وإنسانية وتم أيضاً تاتشين كتاب عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة زعامة صنعت التاريخ واستحتفال كبير من الحضور الكريم والاطلاع عليه الحقيقة مصدر فخر لكل العرب أن يكون هناك قيادات عربية بمثل هذا الوعي بمثل هذا الانفتاح بمثل هذه المعرفة والرغبة في تطوير المجتمعات يعني يريد يكون فيه نماذج كثيرة من شخصية صاحب السمو في العديد من المجتمعات العربية تكريم جديد ومتجدد لمملكة البحرين في بيت العرب جامعة الدول العربية تمثل في منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين درع العمل التنموي من الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك تقديرا لإسهاماته والجهود الرائدة في التحديث الشامل شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من داخل مقر جامعة الدول العربية القاهرة